اغرب حالة جتلي الاسبوع ده لقيت اب وام جايين ببنتهم مسروعين هي بنت 12 سنة بس اسنانها كلها سودة من يومين 3 ما كانش موجود كده خالص من اول بصة طبعا انا عرفت ان دي شوية صباغات وهتتشايل مش محتاجة يعني حاجة في 5 دقائية هنكون الموضوع خلص بس الفكرة ان انت تعرف ايه السبب اول حاجة طمنت اهل البنت وان الموضوع بسيط وهيتحل في 5 دقائق بس ابتديت كده ادردش هي دردشة لها هدف ممكن يكون اهل المريض مش فاهمين او فاهمين اللي انا بتكلم عادي ولكن انا سألتهم هي تعبانا شوية هل هي ضعفانا عندها انيميا فقالتلي انا حاسة انها عندها انيميا عشان كده رحت للصيدلية والداني حديد وفيتامينات بس كده ده اللي انا عايز اوصله طبعا دواء الحديد والفيتامينات دي لازم تبتاخد بوصف طبيب ده اول حاجة تاني حاجة لازم تبقى عارف ان انت لما هتاخد دواء حديد هيظهر الصبغات السوداء دي على السنان اذا كنت عندك سنتين اربعة عشر عشرين خمسين هتظهر في سنانك يعني هتظهر وهتبقى محتاج بعد كده جلسة تلميئة زي اللي انا بعملها كده بالضبط عبارة عن زي معاجون اسنان معين بالفرشة والمطور مش هتطلع في البيت ولو غد عدت تغسل سنانك كتير حتى كده مش هتطلع لازم تروح لدكتور سنان تعمل جلسة بولشينك عايز اقول ان مفيش حد بيحب ولاده زي المصري حب فضيع الناس كانوا يعني بنتهم كان مستقبلها ضواء عشان انظهر شوية حاجات سوداء في سنان في يعني اتحايل كل اب و ام بيهتموا بولادهم للدرجة دي اه دي بعد وهوريك قبل دلوقتي وقل لي رأيك في التعليقات ترجمة نانسي قنقر